اشتركوا في القناة خير يا هدري جبتلك معي الدكتور عشان يكشف عليك هو هيكون الدكتور يجحش الاسم ربيع دي لا ربيع مين دي دكتور كبير قوي من البندر اسمه الدكتور عبد السميع ايه عبد السميع اقول لي خش خليه يخش اتفضل يا دكتور عبد السميع سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله انت اسرائيل يا دكتور لا ده مصري قبن عن جد ومال صوتك اخنف ليه اكده عندك ها نبي ما لش زنوف يعني طب ها دي نعم يا كبير ها ملينا لحالنا شوي ماشي طب مني اه احسن يعني دنوقتي ولا في جديد ما في جديد ما في جديد عشان كنت بتعالج مع الدكتور احمر ولا لوف الطب ولا لوف اي حاجة انا اخوي جوني اصح نكتر من مرة وقال لي ده مش متعلم انا كنت اجاوح الود ودي اكدت في الدكتور دي ودي له بالصرم على جفاها نفسي ادي له بالصرم على جفاها ايه الخباودي ايه ده انت شايفني ولا ايه لا 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 ما بشوفش ما بشوفش يا دكتور عبدالسامية اه ايه صح الدكتور عبدالسامية اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أو يمكن زنزان أو يكونش نوح الدكتور ان انت عمال تغنط فيه عمال على بطال مش من تاحة والله وجهة نظر بتحترم يعني طب بقول لك ايه مم ما تعدى نريحوها نريحوها تخلي انت لسه بتخنط لسه لسه بتخنط خير يا دكتور ربيع خير خير ان شاء الله ما تلاقيش انا هبقى احسن دلوقتي اه انا بس بفكر اروح اجبس رجليا واعمل رانيم مغناطيسي على المخ انا هبب بك ايه انت انا جز الكبير ايه اللي حصله الكبير اه شوف يا هانم الكبير طول ما هو بيسمع اخبار زي الزفت ومحزنة باذن الله وبضمه قطأة هيفضل طول عمره اعمى 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 ولو بخفش انا بحملك المسئولية كاملة كميعا السلام عليكم عليكم السلام ما تلاقيش انا هبقى احسن دلوقتي طيب اه بعد اذن جنابك انا ستين ناس استنى يا فزاعة وزينك تعالوا وراي امن جنابك اقعد يا فزاعة اقعد يا فزاعة لا عفو يا ست الناس اقعد اعمى جنابك كير وامريني طبعا انت خابر يا فزاعة ان احنا تنزلن عن العمودية الحزل قوم من ورا الكبير اه خابر زيين الورقة اللي حضرتك عملتيها وطرطيها بالختم اللي خدتيه من ورا الكبير الله ينور عليك ودلوق الكبير عاوز يتنزل لك انته عن العمودية من حجه ما ليه بس انا ورقة التنازل تبعي الكبير مضاهلي بيده اه الورقة داي انا عاوزك تجيبها لي ونمثلوا كلنا قدام الكبير انه كنت العمودة وحزا القوم لا 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 خلي نحن دي او الها لا انا ونبي عبدها دي حشان بحبا اي او فحزا القوم باي ايه ياخدوا العمودية فيبقى حزا القوم العمودة هو ايه يخلينا اعمل حاجة كيف كديه انت خابر ان الورقة اللي معاك دي لو قدمتها للمحافظ هيحصل لنا ايه انا وحزا القوم خابر زيين يا ست الناس قضية التزوير وممكن انا تحبسوا كمان لا هم مرضى الكيش الحبس طبعا بس يعني ما تأخذينيش أنا الفرصة جات لحد عندي والفرصة ما عجيش للنفر من نينا اللي مرة واحدة في العمر وأنا مش كل يوم حبقى عمدة يعني أنت تبقى عمدة وإحنا نتحبسه لا يا ست الكل أنا قلتها لك مرضى الكيش تتحبسه وتتبهدلي خلاص مادمتم متمسكيني كده بالعمودية اللي تشوفيه اللي عقولي عليها تفضل يخدوا العمودية تاخدوها بكام بتنتهز الفرصة يا فزع الكلب الله يسمحك يا ست الناس مانا قلت لجنابك الفرصة ما عجيش للنفر من نينا اللي مرة واحدة اللعيب هيبقى جاعد بره على الدكة مستاني ينزل يلعب وأنا جات لي الفرصة ألعب وسجد أنا كده فهمتك يا برينس أقولك يا أبنى هدية يركيني على جنب بنتي وعشائي ماشي أنا أعرف الأشكال دي كويس تفضل اشتري ليه أنا عاوز أبيعلك بور لمعاقص أبنى هدية كان طالع من زمتا صنية بطاطس بسبوسة أغرع لابوز ولابلوز ماشي وكان طالع منها برضو اللهم صلى عنها ب37 جنيه وبطاق وبطاق بقولك العمودية جدرها يا حزل جنبيا ما تستبعر يا عم انت أنا لسه خلصت بجوابتي ده لسه فيه الأوفر بتاعي بقى ديفوها لعلته قبل هداية هتديك خط فطورة تكلم براحتك بقى الله يا عوض زين بس ما تاخذنيش يعني يا حزلاجون بيه انا الكارت اللي معايا باشحن وكديه وبتقضيها نرج القنوع امانت الله انا كنت عاوز خمسة خمس خطوط خمس بس بوسات لا خمسة سمعة وثلاثين جنيه بس اطلعوا كم من المئة و ما تخلص يا عمد وطول الرقم امانت الله انا كنت عاوز خمسة مليون جنيه ايه؟ خمسة مليون جنيه؟ انت تجنيت يا دول ليه؟ لا يا ستة هدية انت هو ده عين العقل يغصى عليك انا ما كنتش يعرف انك واطق ده حزلاجون نعم اديهم له عالجزمة وهو كده برده قيبقى هو الواطي؟ انتو مجللين يا جدعان ولا ايه؟ خمسة مليون جنيه انتو تجللتو؟ محروح لهم ده هالي عاوزها الخمسة مليون جنيه دول اجيب بيهم نجعب سكانه وابقى العمد عليهم كمان والباقي اجيب بي حاجة زي كرز وطر طيب حيسك دي انا قلت اللي عندي فكروا في الموضوع ودوروها مع بعض وانا اعمل باصلي ما اطلعش بالورجة اللي معايا على الحكومة لما اترضوا عليها اما تدفعوا الخمسة مليون جنيه اما اجي ازركوا في السجن بعشوة حلام سلام عليكم هنعملوا ايه دلوقت؟ مش عارف يا قبله دي شكلي هبعت اجيب غدا اصلي ما نلقود قوي وانتي هجيبلك معايا قاستر لا والله اتو طيب يا حج طيب يا حج اه هكلمك بعدين سلام دلوق بتتكلم معا مين يا كبير ايه دي هدي ايه انت اهنيه من ميتة يعني محسيتش بيه لما خشيت القوضة دلوق لا يعني انت مقفلتش السكة عشان معرفش بتكلم مين دي ريه وليه يا خرفان انت ما توقع في عوجة بتتكلم عده طيب قولك ديه كنت بتتكلم معا مين مع الحج اه حج صاحبي حج مين مالحجاج كتير حج ناصر اللي بياخد منينا المحصول الفاكهة كل سنة امانية انت بتكذبين يا بت غوري عمليلي فنجان قهوة ما انت لسه شارب قهوة اعمليلي اي حاجة اعمليلي رغيف حووشي غوري بنمشي ماشي انا مشي اها انا مشيت اها ادي ايه 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 موسي اصرم اه هلو ايوه يا مودتي مشت مشت يلا خدت يشرب وراح اه كنا بنقولوا ايه يا زنبلك عمري يا وتت حسك يا بت حسك بيجنني حسك في التلفون وبان كانو حسه بولبول وكان autant ريايا خلطنا Hmm بحاجة كده Summit مايا دياب سلوة خطب أخرتها إيه؟ أخرتها معروفة أنا يا بيت مليش في الشمال كلام ديكا الزمان يام الشقاوة دلوا بجواز على طول طبعاً نتجوزهم ونعيشوا في تبات ونبات ونخلفوا صبيان وبنات يا مرّا يا مرّار يا حظ المقندر أسمع يا بنت الناس الحالة لانا فيها دي لا تجد حالة نفسية وانتو قلتولي ان العلاج ان انبسط وفرفش وانا حاسة ان فرفشتي هتكون في الحب والجواز ده ليه يعني يا كبير وانا قصرت معك في حاجة مش انت دايما تقولي اني نحبك الأول والأخير ايه اللي حصل؟ يا هدية انت بكانك كيف ما هو في قلبي بس يا رادل يعني قصب من عندك اللي عندي نزوات يا بنت انا قلبي فيه بطين أيمن وبطين أيسر وأزين أيمن وأزين أيسر المرّة دي حاس النزوة دي بالذات هي اللي هترديعني نظري كيف ما بيقول المسل Life is life برضك life تقوم تتجوز علي يا كبير هدية عاوزاني أخف فاروق لازم نتوفق على الجوازي ولا عاوزاني أبضل كث مني عاوزاني وتقوم pele عاوزاني أوروق عاوزاني أربتي عاوزاني أ والبد عاوزاني أركصừng بناكم به بس الكبير عندي ظفره بالدنيا يعمل اللي هو عاوزه لو كان ده الله يرجع له نظره يا سلام ويعني فيش حاجة تانية هترجع له نظره وتراه مزاجه غير الموضوع ده وانه بيقفل عن موضوع ده يا حماة انا ما نقصاش بس انا هموت واعرف مين ست الحسن والجمال دي اللي لفت عليه تعالي يا جماد خش بردك اليمين يا كوكي كل الناس بيحبوكي اللي امك وابوكي مان سينا تحسن يا هاد تعالي تعالي ما عارفك عالدماعة لا انا عارفاهم يا حيه انت ايه حتقولي على اهلي عارفاهم جي ست هداية سيدة المزاريطة الاولى خد جبالك انا حبقى سيدة المزاريطة التانية والاخيرة ولا ايه اه حبقى الاخيرة تعرفيني؟ خبراك زين أنا بقى يا حبيبتي اللي جيت عملت التمثيلية هنا مع السجاني أو الله تصدقي بقى بسببي أنا أخد جايزة كبيرة قوي في البلاد برا عبالي كبير لما ياخدوا الأسكار دايكت غزية يا حماتي ولما نطفد جبنها تعمل كنبرس من الأموز دا؟ شكيتنيش غريبة على هيا وليا أنت تشي بتنزلي موالد؟ آخر أردن روحتي فين؟ كان في سادي إيه؟ أنا كلها لقتي بالموالد أني باكل حلاوة فيها إيه دا؟ الوليه دي فهم الحلاوة غالطة أقول لي إحنا بنستعملها في إيه؟ ماش يا ولية يا عادة حاجة عمي عاد دمي الحاجة سمنتك سمنتو مامتو حماتي ياتي قل بس انتش عارفة؟ أنا حبقى تحت رجليكي آه دا واجب أصلي أم الله يرحمها ويتحمها مطرح ما راحت قالت يخش بالك يا بات الحما دي صوسة سم خبور كده يا عضلك طول حياتك لازم تعمليها كويس دعوتها إيه؟ يا اختي أحسن من دعوة الأم سمننا عليك يا حماس �غطية اختي 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 وأنا أقولي الأمور الحلوة طالها بتقطع المال بتقطع المماتة بتقطع المماتة بالحيوة... يا عبا مانس يا ولية عاي عبا غير بقولك إيه؟ إيه؟ تعالي النجوة دو تعالي لأ بقولك ايه انا عايزة عمر الطاصة عندكو هنا يا جيم فريزن؟ ديم ايه؟ فريزن عايزة ايه انت؟ يحني قصطى القطل منه حتة لحمة حتة سمكاية فرخاية طيب شوفي المطبخ؟ لا ما تشرح ليش انا حافظ العسقس لحد ما اوصل اه بقولك ايه حجة ابنك واعمع اللي ممترحمش ده الحشاه ياسهولك امه ايه وعليك يا وعليك اروح عمر الطاصة امك رقاصة ربنا يفضحك هيا دينا بتتقوازها يا كبير!? ومالها يعيبها ايه زينة ودمها خفيف وفرفوشة ها 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 وبعدين انا اللي هيتكفل معايا باب عليها ولا انت؟ انت اخر واحدة تتكلم عن الاختيارات عرسان كلياتهم بش مال خلاص عاد يا جماعة الكبير اختار واحنا لازم نريحوه ونعمل العروس زين يمكن دي اللي ترجع له نظره ربنا! ربنا يكملك بعقلك يا هدية! ربنا يكملك بعقلك! إيه ربنا يكملك بعقلك؟ هو ده عقلي ده! إزاي ترجي بحاجة زي كده! مش هتتصرفي! اشبعوني زين! أنا خررت خلاص! يوم دخلتي على جمر هو هو! يوم دخلتك على المدعوك الدكتور ده! حندخلوا بريلل! ججرة وجطمها جحش! الله! هطلع كلم روبي يا قنو! اشتركوا في القناة! 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 وبعدها تسيبنا أفرحة جادع أنا إيش دواني إن أنا لما اتجوز يتعمل لي فرح ولو اتجوز حيتعمل لي فرح بالهيلمان ده تنتم رقبين لوند وجايدين بسطة وأزوزة بس بس ما كامورتي بيفتحك بقولك إيه ما تيجي نعمل زي الفقرة بتاعت السينما دية إنت تفتح بوقك وأنا هفتح بوقي وأنا أكل بعض اللي جاتوا حرام عليك يا ربيع إحنا عملنا الفقرة دي تسع مرات لحد دلوقت عندك عندك بس هو أصل الجاتو طحفة الحقيقة يعني معرفة أنا نسيت أسأل الكبير هل هو جايبه من بوش بوش بتاع فاتم المرسلين ولا من الجهاد اللي عبدنا في الدوقت بس أصل ما ظن وصل يا شماعة كنت ماذا؟ كني حتدمس في الدوازة أوالليه؟ فينك يا فزيع الكلب؟ سابت عافنا كلنا، سابت السلام عليكم يا كبير وعليكم السلام ورحمة الله باشا يا فاكرني انا بتعتدية التحرش يا وليه ايه خبتك واضح يا كبير ان احنا جينا في وقت غير مناسب بس المواطن الصالح فزاع جلنا المركز وقدم بلاغ فخوق حزلقوم البلاغ يا كبير حظامت جاي حاجة مش كده سيبنا اشوف شغلي بلا ما اخده يا بيا بلاغ بلاغ اهده بلاغ التزوير يا كبير يا كبير حزلقوم اخوك قدم ورقة فيها تنازل منك لهل العمودية اخوي حزلقوم هاريس سويد طب استأذن انا بقى على فان يا دولي رايح راديو شاك رايح اعجب لمواخزة طرنس هركبه للوقمان بتاع مصر للطيران الأحمر بتاع اخوي حزلقوم والدابوي يزور ويا انت حد شخصي انت ويا بي لا يا كبير ما ما زورش بمعنى زور هو جاب الختنة يا ابني يا ابني يا ابني حرام بقى سبنا اشوف شغلي بقى بل ام اخد يا بي هم جملتين هقولهم وهاخلص من جنابك اللي حصل يا كبير اللي حصل يا بيه ان اللي حزلقوم بيه جاب الختمة بس بقى بس بقى بس بقى اخرص خالص اللي حصل يا كبير ان حزلقوم سرق الختمة بتاعك وختم بيه على التنازل دقيقة الختمة ده محدش في الدنيا يعرف مكانه غير انسانة واحدة بس مين يا كبير مرتي هدية بس انا يا كبير بس يا هدية بس انا لسرقت الختمة حضرة الزابط لو عايزين تحمسوا حد يحمسوني انا خدوا الاتنين دولا على البوكس فورا ماشي يا فزع الكلب ليه حك ده بس بس يا عب بابو الراحة اخرص 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 لما لك شو حاسع معاناش خدمة معاناش خامرة خلاص يا حاجة تلزابط خلاص دلوق نقدر نقوله كلمة فركش المسرحية لانا وانت اتفاجنا عليها خلصت ازر للستار فركش ايه ازر استار ايه يا كبير لسه لي جملتين وماش هتفلاش باك مش مهمة طالما الرسالة وصلت للجمهورية للعيال دي خلاص تبقى خلاص الحكاية المسرحية خلصة انا صهران احفظ واحضر في نفسي واشتري اكسسوارات واصرف على شغلي عشان تقل تقول لي خلاص ايه 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 ده بتاع العيال يهبل اكسسوار باك كبير مش مسرحية فزع امن الجنابك خد الناس دي كلاتها واكلهم في اسبكترا امن الجنابك يالله 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 يا اخواني يالله على تعشف يالله عشان تكلف كوردن بلوه وانت كمان يا جمر ايه تقدري تروحي لحالك ايه عليك راجل انت عايزت ماشيني ناشفة حشفة مش مقبورة ومبلولة ايه البيتنين اللي بتقولي ايه مش فهم حاجة فلسو بيك ارميدان يعني ايه عنوان دي ولا يه السرادس بوندو تبتكلمي تايواني اولي السلسلة عن جامل اخرب بيه السكاتشيت كوكو قسمة بلله السحلين لامبا الفلوس مات انت انت تقولي الفلوس ايه كل الفيلم دي روحي غوري الاشرف ويحاسبك لا انا مش عايزة حاجة من اصرف والله هو اتفاقكا مع اصرف انا عايزة منك انت الله بقى جيني يالله فين جايبك وليه ايه كلمة تانية هخلي اصرف يعمل معاك كفيلم كارنك بس كده جات لحدا عندي وقاعد في ملعابي انا حب العذاب اللي من نوع ده اصرف ولا اصرف ربنا ياخدك ايه ايه يا كبير انا عارف الظروف غير مواتية والليلة بازت يعني والجوازة احتمالت اتأجل بس معلش كليه شوية طلبات كده وقت فتكر ان انا مصدر دماغي بالعكس انا بضحي بحاجات كتير قوي يعني مثلاً الجاتول اللي انت جايبه مش جايبلي فيه لا اكلير ولا ملفي وانت عارف انا بعشائهم قد ايه وحتى انا بحب البابازة او انت مجبتش بابازة بس مش غضية يعني بس استاذينك كان ليه طلب كان فيه 180 جنيه مهر وفيه حوالي 70 جنيه انا دفعتهم بدل في الستوديو بتاع الفتوغرافيا وكده يعني معلش محتاجهم امشي تاع برا برا اه اه اهوانا الحقيقة كنت عارف انكم ايلة حرامية ونصابين بس مكنش عارف ان الناس هتوصل لا احنا مش حرامية وبس احنا قتلين جتلها واللي بنقتلوه بنحبو بنمثله بنمثله بنجثته السلام عليكم مارف امسك امسك هو في ايه كبير شوف نو عادي يعني خابر زين كل حاجة عملتوها من ساعة لما عميت ايه ده يا عم انت بسم الله الرحمن الرحيم هو انت عنك مش مغربة زي الاول اللي هو انت شايفنا هو انت ما تعرفش لا ما عرفش مش انا ربنا كرمني وردعلي نظري تاني الحمدلله على سلامتك يا خوي ردعلي نظري عشان يشوف واعرف زيني ولاد ابوي وامي ومرتي عملوا ايه مورا ظهري الكبير انت فهم غلط المحافظ هو اللي قال ان العمدية كده كده اللي انت تساحب منك عشان حالتك اللي انت فيها دي فقالينا لو ما اخدناش احنا جوه الدوار هتطلع بره الدوار وحتى لو الموضوعك ده ليه ما جيت في وشي وتقولي الكلام ده ليه لفاتي من ولا ظهرك في التعابير ما كناش نقدر نقولك يا كبير انت حالتك كده صعبة قوي الصدمة كده جمدة جدا وخفني نقولك نظرك مايرجعش تاني خايفين علي؟ واضح واضح بعدين انت بالذات اخر واحدة تتكلمين بنتي الرواجان كله يا شيخي وانت فاضية والدك استجن وانا والدك زور وانا والدك عمي انت كل اللي فالحة فيه حتتجوز يمين وفستان فرحك شكله كيف وبعدين فرضا يعني ان كلامك ده صح وانتو خايفين علي ما حسبتهاش ما نقده ولا كده حعرف كيف ما حصل وحعرف من بره وديتها صعب غلطنا يا كبير غلطة ما هتتكررش تاني حنى عليك تسمحني غلطة معاك يا حق غلطة صغيرة بس شوف الغلطة الصغيرة دي جرعت وراه ايه الموضوع بضع بكتبة صغيرة جره وراه انك استغلعت وعجزي وما كفكوش لا سرقتوني وزورت وامضطي والله انا عظيم احنا كانت نيتنا خير وكنا هنقول لك على كل حاجة لما نظرك يرجعلك والعمودية ترجعلك تاني ايه ده احنا نظره ليه قريمه امو احنا ما اتفناش عالكلام ده عمودية إلا ترجع له امو عمودية بس يا متخلف اه 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 كده وكده لا طب العمودية ترجعلك انت يا كبير انت العمودة الكبير واحنا كلتنا جزم تحترك ليه متخافت يا عزالجوم انا ما عاوست العمودية مش لادة عليها هي لا يجي عليك انت خليها لك اتبع بيه انا خلاص عتفيدني بيه من مسافر هنسافره؟ هنسافره على فين يا كبير انا ما قلتش هنسافره انا قلت هسافر لحالي انا خلاص قررت لويت اطلع لليبي افتح مشروعه هناك وعيش لحالي خلاص البكان ده مبقاش بكاني او عطول كده كبير ده ده مكانك يا جوني البكان مش بالحطان والطوب الأحمر والبركية لا البكان بالناس اللي فيه عشان نحس ان اديه بكاني لازمني نحس ان الناس اللي فيه خايف عليه وحاسس وسطيهم بالأمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه ده لأ مني شرط ليه نسافرين معك يا كبير رجلا على رجلك مطرح نطروح الكلام ده ملهوش عازي انا خلاص قررت هاخد عربيتي واسافر لحالي على فكرة مش هينفع كبير هه هتمنعني اياك حاجة زي كده اصلي بصراحة انا بالصلاة على النبي فكتت كل الكتاوت بتاعة العربية وكل اللي سيبقوا بلتات ايه السيبقوا بلتات ده قليل ايه مش عارف هي حاجة كده في قلبي الميكانيكا بتاعة العربية اخد بالك نعم بالكربيراتير لما بتشيلها لما تيجي تضير العربية مبترميش معك عادي اخد اي تكتك من برك برضك مش هينفع كبير اصلي انا لميت كل التكتك وفكتها وبعتها خردة اخد اي مش هينفع برضك يا كبير اصلي لميت كل المشاريع وشغلتهم بقى خط بشتيل برجيل 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 بشتيل راح كاي هروح ماشي برضك مش هينفع كبير بصلا بصراحة جوا برا حرموت ولو انت مشيت ام خطوطينه هتكفي على وشك ويغم عليك عشان هيجيلك قبوط وسهلتها مفيش حاجة على تنقذك الا مشروب السوبية وانا بصراحة لميت كل السوبية اللي في المزاريطة وخدتها في قلب المصنع بتاعي عملت لها عدد تصنيع عشان يبقى بديلة بين الام وحطوطها فايزين سفياتي تينا يوم لا ياخذك يا بعيد هسافر يعني هسافر ان شاء الله موت كبير خلاص بقى احنا غلطنا واعترفنا بغلطتنا وانت علمتنا الدرس بمعلامة والله زين الحمد لله انا عارف تعلمكم حاجة اقل لو انا مسافر في الغربة اللي حالي تفتكروني بالخير وتقول الرجل دي في يوم علمنا حاجة يلا السلام عليكم استنى يا كبير عشان اللي علمته لنا دي هناجو معاك مش انت قلت بلسانك ان البقان مش توب وحطان البقان بالناس اللي فيه والمزاريطة بالنسبة لنا كده يا كبير له يزرع وحطان ولا دوار وعمدية المزاريطة هي انت يا كبير سامحنا عاد ربك بيسامح اللي بيتوبوا واحنا هنتوبوا ونحرموهما هنعملوش كده تاني واصل انا عن نفسي حرامتها كبير مش هتقوز تاني عشان ما بقاش كدبع يعني إلا زمتها جبتلي عريس على زوءك ما تفكر بقى يا عام كلنا يا عام عدين من اترجى فيك يا عام طب حتى عشان خطر اخوك حبيبك ولد ابوك يا رب يا رب لو لسه فاضل راكب دماغه يتشله ما هو عقف على رجله وازوقه بكرسي بعجل فالكابل في كنزات بيبسي واحد في الترعة ايه ايه خربت ملابك هيا كبير قلتيه اختارلك خيره هتقعد معانا ولا ناجي معاك يا ديا خلي عندك مفهمية يعني بعد كل الهري اللي عمالي هريده عايزها في لحظة هيقولك اوكي ما لازم؟ عايز بشكله عرة يعني لازم ياخد وقته ووضعه ويعمل لك كده الحتة دي في الأفلام على فكرة عادتاً بتبقى سلو موشن وبيحط عليها مزيكة وعادتاً بتبقى فلوت عشان ناس تتأثر تسدي جاد انك سخيف طب ايه جولك عاد ان في اللحظة لسلو موشن دي انا كنت بداية تاخد قراري ان اجعد وعشان سخافتك دي حسافر داير تسافر ايه تسافر كيف وانا جلبي اسيرك حبيبي بارك ما بعشي غيرك انتهى ناي مصيري مصيرك سافر وطول حبيبنا سافر وطول بردو سافر وطول ويروي ويذري خليتنا روح تفشر ويا حليلي بردو 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 تاني يحلى سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله انت مين يا عم انت؟ يا عزوان روق مركبوا شمالك انا النعيم وجاي يفتش عليك كبير انا الكبير او مر لا يا اخ صدفة دياميلة لقيته الليلة بعد غيابه ليالة طويلة والله انا قلتك كده اول ما شفتك يا اخي الدم بيحن يا اخي بيحن الشوق بحر الشوق بحر دم ايه يا دلي بيحن يا اخي استنى يا اخي انا بشرح ليك انا اسمي النعيم الكبير قويك اخوكم من السودان ودوا مدرمان ذاتها لما ابوي قال ليه انه مات ابوك قالك انه مات كيف؟ ما تشمري يا اخي مالك شفقان خليلي اشرح ليك لا حول الله يا ربي شوف انا عادة يعني ما قاعد افتح لياميل بس فتحت لياميل بالصدفة لقيت رسالة من 2010 قول ليه ابوك مات انا صراحة زعلت شديد وتأثرت وحسي تتعزي واشيل حقي من الورسة يا شاندلتي يا حاندلتي وينو حقي؟ خارس وين؟ حقي وين؟ يا موري! يا زول بكلمك عربي كننا هنقصم المرار قفنا دبا انو هايوبقاي ونيطا تكالورو في بيتون